يعني القطة بتاعت اللي في البيت اللي قاعدة في البيت عندي قالها جاية الصبح تقول لي صباح الخير يا باشا وصباح النور يا باشا وبتكلم تقول لنا يا عانا ولا عطشان وتكلمني زي الطفل الصغير وزي الإنسان كده هو ده ممكن يحصل انت يعني يعني اذا كان المستمع مش عارف مجنوني بل او اذا كان المتكلم مجنوني والمستمع عائمة هيقول كده الكلام ده مين اللي ألهلنا ألهلنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرنا بشيء من أمور الغيب التي ستحدث قرب قيام السعة وطالما ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان ده يحصل يبقى هايحصل يبقى نؤمن ايمانا يقينيا لا شك فيه لا يتطرق ليه اي احتمال ولا اي شك ان ذلك حادث لا محالة ستكلم السباع الانس وستكلم الحيوانات الانس وستكلم الجمادات الانس قال صلى الله عليه وسلم حتى تكلم الرجل عزبة صوته عزبة صوته اللي هي ايه اللي هي القطع الأخيرة في الصوت الذي يضربه والذي يأخذه ويمسكه بيده وشراك نعله اللي هو الشراك النعل اللي هو ايه الرباط بتاع الناعل اعزكم الله ده هيكلم الانسان في نهايات عمر هذه الحياة وحتى تخبره فاخذه وهي قطع من جسم يعني بما احدث اهله من بعده قلنا ان الساد العلماء لهم في فهم هذا الحديث وامثال هذا الحديث مسلكين المسلك الاول اخذ الحديث على ظاهره يقول لك فعلا الحيوانات والجمادات ستتكلم بكلام الانسان ويكون ذلك امر ويكون ذلك امر خارق للعادة وسيحدث قرب نهاية العالم ويكون ذلك من علامات الساعة كما اخبر سيدنا صلى الله عليه وسلم هذا توجه التوجه المسلك الآخر قال لك لا نخلب لك هذا فيه اشارة نبوية صريحة الى ما حدث من ثورة في عالم الاتصالات الى ما حدث من ثورة في عالم الاتصالات حتى اصبحت كاميرات التجسس ربما قد لا ترى احيانا بالعين يعني انت بتبصى عليها كده مش شايفة متعرفش اندي كاميرا ولا مش كاميرا حتى اصبحت الكاميرات توضع وتزرع احيانا في بعض اجزاء من جسم الانسان الاجهزة التجسس والتزقيلات والكاميرات تزرع في جسد الانسان ولا ترى بالعين المجردا متشوفهاش فاذا زرع مثل ذلك واتصل بجهاز ارسال في مكان ما يخبره هذا الجهاز بما يحدث في هذا المكان حتى ان وضع جهازا في بيته يخبره هذا الجهاز بما يحدث اهله من بعده او من ورائه لك هذا مصداق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه اشارة الى ثورة الاتصالات ايضا ما حدث من تطور هائل في عالم التكنولوجيا وفي عالم الاتصالات الموبايلات التليفون تليفون يعني لما طلع جديد تليفون المحمول كان حاجة كده يعلم يعني حاجة لو احد بيمسكها عايز حد يشيل معاه وليه جرياب وليه مش عارف بتاع دوت لاسلكي وتمشي يعني حاجة كبيرة دلوقتي اصبح تطور هذا الموبايل حتى اصبح ساعة صغير على هيئة تليفون على هيئة ساعة حتى اصبح يعني احيانا على هيئة ممكن دبوس بتاع جرفات مثلا ممكن يكون شيء في نظارة العين في نظارة الانسان على هيئة تليفون او جهاز اتصال مثلا ده موجود يعني حتى وانا اتصفح بعض المواقع اللي اتحدث عن مثل هذه العلامة وتطبيقاتها في العصر الحاضر قالك ده حتى في بريطانيا عملوا فستان يعني فصل فستان على انه جهاز تليفون يعني فستان بيلبس وفيه شريحة تليفون اذا رن التليفون اللي هو اذا رن الفستان بترفع من تلبس هذا الفستان يدها الى اذنها وتتحدث يعني لن تشايف معها تليفون ولا حاجة الفستان نفسه هو تليفون ومشكلة بقى لو كان الفستان التليفون في فيبرياشن ده حكاية تانية بقى اذا مسألة التطور الهائل في عالم الاتصالات داء لك في اشارة نبوية الى هذا التطور في هذا الحديث الذي يتحدث فيه سيدنا صلى الله عليه وسلم عن كلام السباع وكلام الجمادات للانسان بكلام يفهمه الانسان فألنا ان العلماء لهم توجهان في هذا الحديث توجه يأخذ الحديث على ظاهره وعلى هذا جمهور العلماء لان هذا الاليق بمسألة حدوث العجائب والغرائب التي تكون قرب قيام الساعة وتغير نظام هذا الكون وتغير قوانين هذا الكون ومجموعة من العلماء اثلا ده هو فيه اشارة الى التطور الحادث في عالم الاتصالات الذي نشعر به الان ونعيشه الان والذي يتطور الى اكثر بكثير في الاعوام والسنوات والقرون المقبلة اذا ضقيت هذه الدنيا